بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما ياتي من نبي إلا كانوا به ليستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهمن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواد كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على غروره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانا الذي سخل لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخرق بنات وأصباك بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجوس ودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصان غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسير مهددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسير مهددون قل أولو جيتكم بأهداء مما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يربعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يدمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفو بالرحمن لبيوتهم سطفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا داءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولين ينفعته اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذابن بك فإنا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم نقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يردعون وقالوا يا أيها الساحر اجعلنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقسون ونادى فرعون في قومي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تدري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من آذى الذي هو نهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذاب الأوجاء معهم ملائكة مقتنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كامل قوما فاسفين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أدمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آهال أدنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمكرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عبد مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جيتون بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بعدة وهم لا يشعرون الأخ اللاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنكم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنكم وأزوابكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثكمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكئة كثيرة من هذا قلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ما كسون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لذين يكتبون قل إن كان للرحمن ولده فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فزرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون